كاففان كاتر تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة تسويلات موازنة المساعدين الإدارية والمساعدين التقليلين نفسهم خارج سلام وبقر الإنفاق إذن كما قد أعطوا في طاعة التعليم يعرف أدايا كبير جراءة سياسة لاوطنية والنذي القرطية والنشاعدية من الوزارة واللي كان نهجها طبقا وتنفيذا المخططات الإمبريارية العالمية منها صندوقنا الدولة البنك العالمي إذن كيف يعقد أنهم أكثر مئة وثمانين ألف أستاذ الأستفام المحرومين من خارج سلام أساتي الأبتدائي والإعدادي والمحق للتربويين والإداريين والمساعدين التقليلين إذن كيف يعقلها هذه الأبتئة؟ إن هناك تمييز من داخل القانون الأساسيدي للأساسيدي للأساسيدي أتمنى أنه يتفتح المجال لهاد في أساده لأنهم يتدمجوا خارج سلام ويكونوا في نفس المستوى والحقوق في العام أساسيدي للتعليم التنوي كذلك نطلب بإدمال أساسيدي للأستاذة من قرب عين التعاقد في سلك واضيق العمومي كما كنت أعرفون كان هناك كمية وزوج الألف يلق أستاذ الأستاذة وضعها كم يسمونه أساسيدي للأستاذة من قرب عين التعاقد للمندمجين في مواضيع العمومي كما تساعد الوزارة إلى دنجاجها ما دم أنها المالية تتحول من المركز إلى الأكاديمية لكي يبانوا بأنه غطور الأكاديمية أو تصديف الزيالة يأتي الشكل الذي تخوضه التنسيقية الإقليمية للأساسي الذي فرض عليهم تعاقد مديرية تونانت تنزيلا لخلاصات المجلس الوطني الأخير المنعقد بمدينة الرباط الذي كانت من بين خلاصاته أسبوع وطني مع خوض أشكال نضالية جهوية وإقليمية إذن هذا الشكل يأتي تجسيدا لخلاصات المجلس الوطني واليوم هو اليوم الثاني بعدما كان اليوم الأول هو معركة المؤسسات على أساس ستأخذ التنسيقية الجهوية يوم غادين يوم غادين ندوة إعلامية للتوضيح للمزيد من التوضيحات حول الملف الذي تناظل من أجليه التنسيقية الوطنية ألا وهو مطلب إسقاط مخطط التعاقد على أساس سيكون هناك يوم الآخر تنزيل الأشكال الجهوية أمام الأكاديمية أكاديمية فاس الذي ستنخذ من خلاله معتصام انذاري وهذه الأشكال مطالبنا العادلة والمشروعة كانت قد سطرت في المجلس الوطني بمدينة أزيلال وهي ستة عشر مطلب كان على صهاق وهو إسقاط مخطط التعاقد والإدماج بأسلاك الوظيفة العمومية ضمن نظام الوزارة وزارة التربية الوطنية للتعليم هذا هو المطلب الذي لا يمكن أن نتنازل عنه وهذا ما تشبث به لجنة الحوار أمام اللجنة الوزارية في الحوار الأخير الذي لازل مفتوحا لحدود الآن تلقت التنسيقية عدة طلبات من أجل الحوار والحوار لازل مستمرا نحن لسنا ضد الحوار ولا نرفض الحوار ولكننا متمسفون أشد التمسك بمطلبنا العاديل والمشروع ألا وهو إسقاط مخطط التعاقد والإدماج بأسلاك الوظيفة العمومية